وكلامنا تحديد عن نادي الزمالك اللي قدر انه يحسم تأهله للدور الـ 32 من مسبق الدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه مرة تانية على اليك بطل تشات في المباراة اللي جمعت الفرقين المبارح بها ده فين دون رد هي نفس النتيجة كمان اللي انتهى بيها ماتش الزهاب في نفس الوقت بيوصل منتخب كمان مصر وبيواصل عفوا منتخب مصر استعداداته لمباراة ليبيريا وديا فيه تاني مباريات المدير الفني الجديد روي فيتوريا واللي كمان نتكلم عن نادي الأهلي مباريات الأهلي الودية اللي بها أمس وفاس فيها نتيجة 2 واحد خلينا نتكلم عن كل هذه المباريات معضفنا لنوارنا في الستوديو سامح سمير الناقد الرياضي صباح الخير على حضرتك ونوارنا في صباح الخير يوم أهلا وسهلا جمعنا صباح الخير يعني فيه تفاصيل كتير قوي عايزين نتكلم عليها بس خلينا نبدأ بنادي الزمالك نادي الزمالك الحقيقة النجاحاته وانتصاراته مستمرة ومكملة يمكن مباراة مبارح إلى حد ما كانتش فيها شد وما كانتش فيها ضغط لأنهما كانوا أورادي أو كانوا بالفعل فايزوا في مباراة زهاب على طبعا بطر التشاد بس عايز أسألك عن فكرة وجود زيزو والوينش وعودتهم مرة تانية للزمالك بعد ما رجعوا من معسكر المنتخب إضافتهم للزمالك كان شكلها مبارح رؤيتك لمباراة بشكلها مبارح بس خلينا الأول نقول الزمالك شابوه طبعا موسم ده موسم هايل جدا ناتزا مالك موسم استثنائي كلما تحمله الكلام من معنا فريرا مدرب عالمي حقيقي يقدر أنه هو يكسب ثقة جماهير ناتزا مالك كلهم قدر يجيب لهم الدوري وقدر يجيب لهم الكاس وقدر يروح للاعب السوبر أمام في كاس الوسيل أمام الهلال السعودي عمل شغل كويس وعمل توليفة حلوة من الشباب ومن أصحاب الخبرة طبعا كان عنده أزمة كبيرة جدا مع منتخب مصر للعيبة كلها طبعا في المنتخب إمام عشور وزيزو وكل الناس هناك طبعا النجوم اللي بيعتمد عليها طبعا روي فيتوريا يعني يشكر الراجل في النهاية رغم أنه هو مش مسؤول وقال مش مسؤولي تماما أن يكون فيه تضارب في المواعيد ما بين مباراة الزمالك أمام بطلة شاد وما بين الوديات الموجودة عندي في الأجندة الدولية الراجل عايز يشتغل على أرض الواقع لكن فيه تنصيق فيه احترام كده ما بين المديرين الفنيين وفيتوريا لما قعد معاهم وزار الأندية كلها ده واضح هذا التفاهم فالراجل سمح لي زيزو وللوينش أن هم يكونوا متواجدين مع التشكيل السير الزمالك وبالفعل مبارح الاتنين فرقوا الوينش والاتنين يعني هم الاتنين أحرزوا الهدفين مبارح طبعا الوينش وزيزو طبعا مكسبين ولا أحلى لنادي الزمالك فريرا مبارح قدر أنه يفوز بالمباراة بثنائية عن طريق الاتنين اللعيبة دول طبعا رجوا على طول على المنتخب عندهم مباراة مهمة جدا أمام ليباريا بكرا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا لكن الزمالك في النهاية هو طبعا بيسعد جماهيره بيستفيق بقاله فترة عامل كده انتفاضة وإفاقة وكل اللي تقولي اللي أنت عايز تقولي عن الزمالك هذا الموسم يستحق طبعا هو فريرا وكافة اللاعبين اللي موجودين حاليا طبعا كانت مباراة الأمس فرصة للمدير الفني لزمالك بيريرا أنه يشوف عناصر جديدة أنه يضمهم للفريق بص هو الراجل خلاص يعني عمل توليفة كده يعني قدر أنه يطلع سفر وجعفر وقدر يطلع نجل أسامة نبيها يوسف وقدر يطلع نيمار سيد نيمار هو خلاص عمل توليفة حلوة ما بين اللاعبين الشباب وما بين أصحاب الخبرات قدر خلاص يستفيد من شيكبالا ويرجع أوباما تاني مبارح أنه يصنع هدف قدر أنه يعمل توليفة بالشباب زي ما قلتلك قدر أنه يوفر بديل أبو جبل لأنه خلاص الزمالك يعني تخلى عن أبو جبل أو أبو جبل تخلى عن الزمالك أي إن كانت المسميات مش قصتنا ولكن في النهاية قدر أنه يجيب محمد عوادي يخليه حارس الأول وقدر يرجع محمد صبحي أيضا لأن كل حاجة الحاكم بأمره هو فريرا يعني خلينا نتكلم صراحة الأستاذ المطالب منصور لإثناء الزمالك مدي مطلق الحرية لفريرا أنه هو يعني أعمل اللي أنت عايزه أنت الحاكم بأمره ما دمت بتكسبنا ما دمت بتفرح جماهير نات الزمالك إحنا وراك فالرجل قدر أنه هو يعمل توليفة محترمة خلاص بقى عارف بيلعب بمين وعارف كل مركز البدائل بتاعته إيه وقدر يجهز قايمة بالراحلين ناس بتمشي وناس واخدى فرصة زي محمود علاء وبيفكر في الصفقات الجديدة بعد ما جابوا ست لعيبة ما شاء الله السنة دي الزمالك يعني فتاحها كده على البحر زي ما بيقوله فطبعاً فريرا شابو طب طيب رأيك إيه بقى يعني شفنا السوشيال ميديا بارك بتكلم أنه فريرا بدأ الموتش بشكل يعني ما كانش أحسن حاجة بعد كده قدر يحسن الوضع في الشوت التاني تعليك إيه كلام؟ بصي خلينا أقولك أن الزمالك مفيش فريق بيكسب على طول مفيش فريق يكون أداءه عالي باستمرار 100% في كل مباراة ده مش هيحصل واللعيبة الدوليين مأثرين مع فريرا بشكل كبير جداً وبشكل واضح جداً عنده كتيبة من نادي الزمالك في معسكر المنتخب فعشان يعمل التوليفة دي وعشان فريق جاي وهو خسران هدفين وما عندهش حاجة يبكي عليها وعايز يلعب أصادق فمن الطبيعي أنه هو هيوجع قلبك شوي هيبقى ناشف معك في المباراة شوي وده حصل الزمالك خلال الشوت الأول مبارح كان غير موفق تماماً كان بعيد تماماً ممكن الشوت كله باستثناء كرة لشيكابالا كانت خطيرة جداً كما ممكن يحرص فيها هدف التقدم ولكن في النهاية كان الفريق متعب شوي طبعاً محدود الإمكانيات بيلعب حسب كرة التشادية هناك لكن في النهاية نادزة مالك إدر أنه يحصل المباراة بالعناصر طب تفتكر يعني إيه اللي حصل يعني هل فريرا في الشوت التاني يغير طريق اللعب ولا نزول أوباما في الشوت التاني هو اللي غير مصارين اللي ماتش هو أوباما بصراحة هو بدأ يعيد اكتشاف بعض اللاعبين على رأسهم أوباما أوباما مبارح أخيراً بيرجع يصنع تاني كان الراجل حيمشي كان الراجل جاي له أكثر من عرض كان الراجل على قيمة الراحلين كلناك متوقعين أن يوسف أوباما مش هيكمل لكن فوجينا عن الراجل قاعد ومكمل معنات الزمالك وفريرا زكي قدر أنه هو يعني بيعمل إعادة تدوير كده للعبين بيستكشف اللعبين من أول وجديد بيقدر يوظف كل لعب المناسب في المكان المناسب فقدر مبارح أنه هو يقلب الحسابات في الشوت التاني وزي ما قلت لك أنه هو بعناصر الخبرة مبارح بالوينش وأحمد سيد زيز وخلص الكرة في كورتين خلص الحكاية والرواية وكسب المباراة وخلاص لكنه هو مش راضي فريرا مدرب عنيد ومدرب كبير ونفسه في أداء قوي هو أصلا بالمناسبة زعلان أنه بيلعب في الدور التمهيدي بقول لك أنا بطل الدوري وبطل الكاس وورايا حلعب السوبر إزاي تخلوني ألعب في الدور التمهيدي وقال أنا مش هتكلم دلوقتي هخلي ده للوقت المناسب في النهاية بنقول له مبروك قبل دور 32 جاي له فريق من بورندي كمان هيلعبه إن شاء الله يعمل نتيجة مختارة معنا زيزو إيه رأيك فيه بعد ما سجل ضربة الجزاء هل ده تعتقد نوع عدل الثقة بعد الضربة اللي ضيعها في السوبر؟ بص ده أونكل زيزو حبيبي أنا مسمي اللقطة بتاعته يعني على فيلم طبعا الفنان الكبير محمد صبحي زيزو خلاص قدر إنه هو يكسب ثقة الزمالكوية بشكل غير طبيعي قدر يكسب ثقة كارلوس كيروش في مدير الفني لمنتخب مصر قبل روي فيتوريا ثم روي فيتوريا حاليا أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو لعب جوكر بيقدر يلعب شمال ويقدر يلعب يمين ويقدر يلعب وسط الملعب ويقدر بتاعت المهاجمين ويهدف ويلعب رقلات ترجيح لعب جوكر مميز قدر إنه هو يخلق نفس الفرصة قدرت الفرصة كمان أنها تعطيه لقب هداف الموسم المنقدي هداف الدور المصري ويبقى متواجد هو وزوجته في الملعب ويحتفل زيه زي محمد صلاح مثلا في الدور الإنجليزي يعني الراجل قدر يعمل نفسه حاجة محترمة في أحمد سيد زيزو أنت لازم تستثمره الراجل قاد معك في نادي الزمالك الراجل قرر أنه هو يعني يبقي على أمالك في بقاءه داخل نادي الزمالك الراجل بيحاول يعطي منتخب مصر بمناسبة ده هيبقى أحد حلول بكرة في غياب محمد صلاح طبعا هيبقى أحمد سيد زيزو على رأس بدائل محمد صلاح بكرة في الجبهة اليمين طيب قبل ما نروح بقى الفوز الأهلي كمان مارح عايزة عرف منك بشكل عام كده شايف أن الزمالك في المباراتين مبارات الذهاب والإياب أداءه مبشر أنه يقدر يفوز بالبطولة الأفريقية بصي دورة أبطال أفريقيا حساباته مختلفة تماما قوي الأندية الأفريقية كلها عندها طموح الكرة في أفريقيا تطورت بشكل مرعب مرعب على مستوى الأندية ومستوى المنتخبات طبعا أنت ما شو الله وضح أنك متابعة كويس جدا فلو كنت تباتي كأس هم الأفريقيا اللي فاتت حتلاقي أن فريق يا مصطفى زي جزر القمر بيوصل بيك يعني بيلعب بحرس المرمى واقف الزهير الأيصر وبيلعب قدام الكاميرون ويحرجوهم على أرضهم ويكسبو لا أنت الكرة الأفريقية تطورت تماما ما فيش حاجة سهلة ولكن مش مستحيل إحنا بنأمل طبعا ليه ما نشوفش تاني مباراة القرن ما بين الأهلي والزمالك ليه ما نشوفش تاني يكون فيه عرص إفريقي ما بين قطباء الكرة المصرية أهلي والزمالك ده اللي نفسنا فيه نفسنا نحن ننسى تعصب ننسى قصة أهلي وزمالك نحن نلعب لأجل مصطحة الكرة المصرية لأن ريف التوريا هيشد في شعر الراجل لأنه خلاص هو داخل على تصفات كأس هم الأفريقية ولازم يحسن أدائك مستواك سيء نتائجك سيئة الجماهير محرودة مهد كان قدام نايجر كان موفق جدا بصي أنت بتاعب نايجر معلش المغرب راح أتلاعب بالجيكا أنا متفقة معك أكيد بس بردو نبص على أداء فيه فرق لما نقول فوز مستحق عن أداء جيد أو فوز لأنه أنا كنت بلعب منتخب أو بلعب فرقة ضعيفة في الأداء فيه فرق بالاتنين بس الأداء كان جيد لا هي البداية مبشرة فيه خطة فيه نظام فيه اختيار موفق لللاعبين في أكثر من مركز فيه تركيز داخل الملعب فيه روح جديدة واضحة للعب منتخب مصر فيه تعامل محترم مع اللعبين المحترفين بداية من محمد صلاح لحد تريزي جي الراجل واضح أنه عنده خطة واضح أنه عنده منظومة وعايز يطور كويس برافو حلو يعني وريني طريقة لعبك حفظ لعبتك طريقة اللعب ابتدي تعامل مع النجوم المحترفين وريني أكثر من اللاعب فأكثر من مركز ابتدي أنجح وجيب أهداف لأن جماهير مصر محروق دمها الفترة الأخيرة للأسف بعد التخاذل في تصفيات الكاس أم الأفريقية وبعض الخروج من كاس أم الأفريقية في النهائي والخروج من كاس العالم للأسف يعني نتائج كانت سيئة للغاية ولكن نتكلم في بكرة خلونا نبقى متفائلين خلونا نتكلم عن خطة التطوير الاتحاد الكورة بتمنى أنه يطبقها عن طريق بقى ميكالي وعن طريق روي فيتوريا وكل المنتخبات ومنظومة كلها حتى خلتنبيرك طبعا بحييكوا عن المداخلة اللي عملتوها من لندن برضو الراجل عنده خطة كنا نتمنى طبعا أن يكون صاحب كل هذه الأمور هو مصري خالص سواء كان مدير فني مصري أو رئيس لجهة حكام مصري ولكن إذا كان هناك خطة من خبير أجنبي حستفيد بيها وتعمل لي تطور هايل على مستوى المنظومة الرياضية داخل مصر فأهلا وسهلا خلينا نروح للمنتخب والمنتخب عنده مباراة وديم على يبيريا إيه أبرز التغييرات المتوقعة وخصوصا في الظل استبعاد بعض العيب الزمالك بص هو طبعا أنت مبارح فوجي أنا كنا متوقعين طبعا محمد صلاح ومصطفى محمد خلاص قرار من المدير الفنين أو يريحهم مبارح قرار رسمي حمد صلاح استبعد من المنتخب ومصطفى محمد استبعد من المنتخب خلاص يرجعوا بقى على إنجلترا وفرنسا الراجل هناك بيحارب مع ليفاربول دلوقتي في مركز الثامن وطبعا مركز الأول خلاص أرسنل والسيتي الاثنين واربعات أيضا عنده دوري أبطال أوروبا عنده وحشة هلند عايز الراجل يرجع عمشه فضل كده عاده وسايب الدنيا بايزة في إنجلترا طبعا لازم طبعا طبعا انتجيت ولعبت مع المنتخب وقعدت في المعسكر والتزمت ورفعت اسم بردك أمام النيجر وفهمت سياسة الراجل وقعد معاك خلصة الحكاية يرجع أيضا مصطفى محمد اللي بيتقلق مع نانت الفرنسي طبعا هو في المركز الـ 14 لكن الراجل في 11 مباراة جاب 3 أهداف وصنع هدفين ونانت عايز ياخده بـ 5.750.000 يورو عشان يفاعل باند الشراء من جلتة سراي عايزين يشترواه كويس يبقى عندك أنا كوند جديد زي ما بيطلقوا عليه حد لاي أو لايب بالزبط فالراجل ده وكان فتوح للأسف مصاب في العضلة الخلفية أظن أو الأمامية فالراجل برضو استبعد من المنتخب فبكرة هتلاقي فيتوريا بيعتمد بقى على العناصر الجديدة يعني هو كان فاجئنا طبعا ب بعض العناصر الجديدة تشكيل جيد خالص يعني استبعدنا برضو يعني أعمدها زي ما بيقول أعمدها أولا لكن هتلاقي إحلال وتجديد يعني حمد صلاح هتلاقي مكانه أحمد سيد زيزو أو عبد الرحمن المجلي من إسماعيلي ليه ما شفوش إسلام عيسى من بيراميدز ليه ما شفوش ليه ده ما يحصلش في وسط الملعب ليه ما رجعش تاني الحمدي فتحي أبص عليه خط الظهر عنده كريم فؤاد وعنده حجازي عنده محمد عبد المنعم عنده أيمن أشرف عنده كتير قوي ومحتاج أن هو يشوف محتاج أن هو يبص محتاج أن هو يعرف طبعا الراجل مطالب بثبات التشكيل لازم يثبت التشكيل في أقرب وقت ممكن عشان تصفيات المؤهلة كسومة الأفريقية لكن لازم يشوف لازم يعرف ولازم يجرب فهو كسب بمحمد صلاح ومصطفى محمد ثلاث أهداف واحد هدفين والتاني هدف في موراة النيجر تقدر أنك أنت بكرة تريد طعم بها مع ناصر جيدة نشوف إمام عشور نشوف أحمد سيد زيزو نشوف أيمن أشرف مستوى منتخب ليبيريا عامل إزاي نفس المستوى النيجر أو أعلى أو أقل يعني مباراة زي مباراة النيجر لا هي ممكن تكون أقوى طبعا الخسم الليبيري ممكن يكون أقوى شوية من النيجر على مستوى التاريخ منتخب ليبيريا على مستوى إلا قدموه خلال الفترات الفترة ولكن برضو في النهاية ما فازوا بإيه قبل كده عملوا إيه إنجلات لا ما فيش حاجة تذكر طبعا كلنا فاكرين جورج وايا وفاكرين طبعا فيهم نهم هم حرموك من وصول لكاس الحالة لايبيريا كانوا في عزهم أنا بقول لك كل أفريقية تتطور تماما أنت للأسف بترجع لورا للأسف مع كل التغييرات دي مع كل التغييرات دي أنت بترجع لورا أنت حتى الآن أنا بقولها وحفظة لأقولها لحد ما لأي جديد من 2010 حتى 2022 ما عنديش منتخب مصر بعد جيل تريكا وبركات وعصام الحضر يواء الجمعة وعدة زي ما تعد وقل زي ما تقول ده كان آخر جيل يستحب فيه إنجازات متفرقة لكن مفيش حد ما ياربش جيل ده بالأسامي يعني إحنا حفظين الجيل ده حتى بعد كده فيه إنجازات بقى يعني متفرقة أنت مش فاكرة أنت مش فاكرة الجيل أنت مش فاكرة شفت أن احنا بنقول جيل تريكا وبركات والحضر أنت مش فاكرة أي جيل هو محمد صلاح ونجيب علي شوية لعيبة هو ده اللي بيسل طول عشر سيه فاتر زي ما حضرحك قلت أن طعم بلعيبة تانية لازم يكون عندنا كوادر مختلفة لأنه كمان فاكرة الضغط على لعيب بعينه مرهقة جدا ومستحيل أنه يقدر لا ومحمد صلاح كيف هي عليه كده طبعا أنت بتلمحي بالذكاء الشوية أن محمد صلاح بيضغطوا عليه أنه هو شاي لمسؤولية منتخب وأنه دايما الإخفاق بمحمد صلاح أو ما بيلعبش هو بشر وليه طاقة على أي حال طبعا نشكر حضرتك جزيلا شكرا سامح سبير النقد الرياضي نورتنا في طبعا خير يا ماشي شكرا شكرا